وقع بعده صلى الله عليه وآله وسلم أن قتل صبته الحسين في يوم عاشوراء وعندما قتل الحسين العزيز كان من قتله هو الذليل وكان من قتله هو الحقير وكان من قتله هو المدحور وكان هو في استشهاده وقتله الكبير النوير الشريف العزيز الذي قدم على رب العزة بخير حال ليكرم بما لا يبلغه المقال ولا ينتهي إليه خيال خير من الأيام في أيام المؤمن من اليوم الذي يلقى فيه رب العالمين فكانت خير أيام سيدنا الحسين وإن نزل الكرب بآل قرة العين وحصل ما حصل فهي مجريات أقضية يعز الله فيها أهل العز بشرف الأفخر ويذل من كابر وعاند وتجبر لذا علمنا تمسكا بأذيال العزة أن سيدنا صبت المصطفى وريعنته أكرم بالشهادة وأعظم السعادة والحسنة والحسنة وزيادة فإن تألمت القلوب تألمت على من اكتسبوا الذنوب كيف حجبوا عن أنفسهم أبواب الرحمات الكبرى من علام الغيوب وكيف عاملوا حبيبه المحبوب في عترته التي خلفها مكترينة بالقرآن لن يتفرق حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وقتل معه الأولاد ولم يبقى إلا علي زين العابدين وتحدث قده فتقدمت السيدة زينب بنت علي تقول إن أردتم قتل هذا الغلام فاقتلوني قبله ورقت القلوب وترك ليكون في صلبه الألوف من أئمة دين الله وحامل راية شرع الله ومظاهر الرحمة لعباد الله والله أعلم حيث يجعل رسالتك وحيث يجعل ذرية نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان من تمسكنا بأذيال العزة أن نعلم قدر الأعزة وأن نعمل بسنتهم وسنة جدهم المصطفى محمد ولا والله لا تكون المحبة ولا العزة ولا السنة بلطم خدود ولا شق جيوب ولا شيء مما يخالفه سنة الحسين وأبيه وجده وسنة الخلفاء الراشدين وسنة أهل البيت الطاهرين أليهم سلام الله اشتركوا في القناة